عسام الحضري كان بيكسر الثانية أسطورة الأساطير وكان بيوترني وأوقف على الخط يعني شاولي وتحاجلين ده نتيجة وأنا بتوتر لأن عملنا مع عسام الحضري هو شخصية تانية خالص غير يسيب منوء رغم كده أو ده أسطورة أو ده أسطورة لأن عسام الحضري برضو عملنا مع تجربة احترافية جدا وجبنا له متخصص ممكن الكلام ده نقوله أول مرة في حياتي معاه سنة أو سنتين عشان هو لما ادينا له الفايل بتاع الاختبار فقال كلام كان محتاج أنه هو يعني بتحت إشراف علمي منظم آه متخصص نفسي يعني كافية التعامل آه عشان هي دايما كلمة دي بتبقى يوكيين أكدناها عيب هو لعيب للعالم كلهم عشان كده أنا قلتها بشكل أنا عارف لا أنا وضعتها لمشي مشكلة بس كل لعيب للعاكريستان ومشي ومخصص نفسي محمد صلاح ليوني المسي وجب معنا نتيجة عظيمة يعني لأنه بعد كده كنا مثلا نوصل لضربات الترجيح كنت أنا حط بطي خصيفي لأنه الحضري حيفرد لأنه هادي صح وبيقدر تطلع على الأكشينات بتاعته وهو متمكن ومتحكم فيها صح فلا حراج اللقاتي بتقولي بمعلومة الأول مرة خليت نفهم كل اللي حصل في تاريخ عصام الحضري أنا عشت مع عصام الحضري ليش عصام الحضري بس كل الحراس اللي أنا اشتغلت معه كل اللعيبة والحراس محتاجين كده وخيرا فعلي النادي الأهلي مؤخرا أنه جاب أخصائي نفسي مرة أخرى زي ما كان فيه أخصائي نفسي في الجاز اللي أنت كنت موجود فيه كنت موجود فيه طبعا يعني دي حاجة لحد اللوقتي الناس بتحمل معنا عيب لا لا والعالم كله بيشتغل به أصلا أنت كنت بحكي قريب وأنا في الرخصة إيه للدارسين طبعا كلهم مداربين عظامهم طبعا حراج اللقات بدي الرخصة إيه في الرخص الكاف أه في الكاف هاي فقلت لهم أدون روبين ده اسم كبير طبعا يعني طبعا من أعظم الأسامي اللي جات في تاريخ باير مونيخ طبعا فده بماسك فريق 15 سنة في باير مونيخ تحت 15 سنة شوف الاسم الكبير ده بس عنده 8 سطاف و النادي نفاهمه أنه 8 دول هم الأساتزتك اللي هيعلموك و هيخلوك في مهنة التدريب دي تساوي حاجة صح و عشان إحنا بنعدك تبقى مثلا نمرة 3 في صطاف الفريق الأول بعد سنتين 3-4 تجهز أنه أنت ممكن تبقى نمرة 3 فبص التخطيط اللي هو يعني ده برضو حركة كانت 2 سنة ثانية خالص و ده واحد من أساطير الكورة روبين لو يروح يدرب فرعا ندخل الشهر السنة عادي بس هو فاهم أنا عايز يدرب الفريق الأول يعني أنت ما تلاقيش حاجات بسيطة جدا يعني أن تلاقي مثلا زيدان اشتغل في الريديف في البي تيم طبعا اشتغل مساعد لأنشلوتي طبعا وبعدين مسغل فرق راول دراتي راول جونزاليس حتغل جوارديولا ها و جوارديولا من تحقي نفس الحكاية بسكة في الوقت الحالي راول جونزاليس بيدرب 17 سنة في ريال مدريد طبعا واللي فوق إيه اللي بيدرب فرقة 20 أجلوة ومهمة جدا يعني أنا مثلا حضرت تورنامينت في آيكس لا أو في فينورد كل الأسامي الكبيرة اللي هي بقت يعني عشان اللعيب اللي أنت بتمردها أنت قدوة بالنسبة له فأسامي كبيرة جدا 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 طبعا هم اللي و نفس الفكرة هي أنه بيدرس و هو بيشتغل فبيكتسب خبرات ملعب و بيكتسب خبرات الاصطاف اللي معاه اللي هو مثلا واحد عن نوتريشن واحد عن الفيسيولوجي واحد سايكولوجي واحد عداد بدني واحد محل الأداء بص أنا بعد كم واحد في الاصطاف تحت 15 سنة فهو ده يعني اللي إحنا بنحاول إن شاء الله بإذن الله حيكون هدفنا أنه يعني أن التطوير ده والاستعداد للجنريشن الجديد اللي جاي هتبقى صعب يعني أنا كنت بقول مثلا من 20 سنة بقول للمدربين أن المدرب اللي مش هيبقى شاطره من حيبقى مواكب للحداثة و للكده حيتلفزه المهنة المهنة هتلفزه آه مش يبقى لي مكان فيه و ده حاصل دلوقتي يعني فإن شاء الله بإذن الله يكون شغلنا مع المدربين و مع الحراس و كابتن بدر برضو تجربة كبيرة جدا قبل ما يمشي وهو في الإمارات برضو عامل طبعا كس النجاح عظيمة جدا كس النجاح عظيمة جدا ترجمة نانسي قنقر